السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد النهاردة نتكلم عن سري كوميس الناس كتير رسالتنا وأعضاء كتير طلبوا مننا هنعمل كورس عشان عايزين يرباحوا من سري كوميس فالنهاردة هيكون فيديو تجريبي مع أعضاءنا إلا أنا بطلبه منكم فضلا وليس أمرا لايك وكمان الكومنت علشان لو الموضوع عجبكم هيكون لنا حلقات أكتر وأكتر وأكتر للربح من خلال هذا البرنامج الخطير صراحة أنا لاحظت في الفيس في اليوتيوب إن أشخاص كتير بتشرح بس ما فيش حد لحد الآن شرح إزاي تربح منه تمام فده شيء يعني مش كويس لذلك إحنا إن شاء الله رح نعمل كورس على جنب خاص هيكون سعره من 2 إلى 5 دولار اللي إحنا نديك استراتيجيات جاهزة بتاخدها بتعملها بتنسخها بأزي طريقة وبتحطها في سري كومينس وبتربح منها طبعا بدون أي مشاكل بس قبل ما تعرف أي حاجة أو قبل ما تبدأ في هذا التداول لو فيه خطر قبل ما يكون فيه ربح لذلك إنت تحمل مسؤولية نفسك النهاردة برضه هنتكلم عن paper trading for free is testing your trading strategy with no risk on 3 comments يعني إنت بتعمل free testing طبعا هنا بيقولك إن فيه smart contract والtrailing والlong boat والshort يعني أكتر منه هنا نشوف فيه أسعار طبعا أنت تقدر تشتريها من 37 دولار في الشهر أو 75 دولار في الشهر أو junior is a future as a bell where are no sum limit ما عرفش إيديت بصراحة it's free لو أنت شفت مثلا ديت فيه starter b22 دولار طيب إيه الفرق عشان ناس كتير سألتني على الفرق عمتا إنت لو اشتركت من خلال رابط بتاعي رح تاخد 50% تخفيض من هذه الميمبرشيب smart trade و limit of trade و errors you can share the notification وبإيه الفرق عشان يعني هدافي لـ smart trade لو أنت عايز تشتغل smart trade و boat كل ما عليك اللي هو الـ professional اللي هو 75 دولار في الشهر طبعا عشان أنت تشتري بـ 75 دولار في الشهر كل ما عليك اللي أنت عندك برومو كود أنا رح أدي لك البرومو كود والبرومو كود دوت أنت تقدر تاخد تخفيض 50% من هذا الموقع زي ما نشايفين هنا الرسالة اللي وصلة لي اللي أنت تاخد برومو كود في الموقع دوت تمام فهديك برومو كود أنت تكتبه هنا وأنت تقدر تربح بدون أي مشاكل خلاص طيب تعال نشوف الموقع أنت تقدر تشتغل على paper trading account وتقدر تشتغل على الـ real account بتاعي تمام ولكن في الحالة ديت تعال نشوف paper trading account هنا يا جماعة تقدر تشتغل على أي تعمل create أو تكاريت بوت أو تبدأ بالبوت أو تعمل smart trade أوكي عشان تعمل smart trade بيوجد أكتر من نوع من smart trade سواء smart trade أو smart sale أو smart convert أو buy and sell ولكن في الحالة ديت إحنا نشتغل بس على smart trade وال smart sale وإن شاء الله رح أديك الاستراتيجيات يعني زي ما نشايفين هنا ده بيتكلم في منصة Binance نحن نتكلم على Binance في عملة طيب أنا لو رح دلوقتي وجبت النهاردة أخبار السوق تعال نشوف أخبار السوق وهنتدول في عملة إيه مثلا بحيث إيه نشوف هنعمل إيه أو هنتدول في إيه بالزبط تمام نخش على trading terminal ونختار smart trade ونختار Litecoin أو هنختار أي عملة هنا بيقول لك USDT تعال ناخد تست USDT أمام البيتكوين جميل جميل يا شباب وناخد trading view هنا هيتديك USDT أمام البيتكوين زي ما حالاتكم شايفين هنا طبعا زي ما نشايفين وصل هنا لسعر كويس جدا ونزل النهار إحنا شايفين كده فإحنا مثلا لو إحنا قلنا هنشتري هنا هوت فيه طبعا نزول وهنبيع هنا هو تمام فإنت هتربح كام؟ هتربح مثلا 0.79% أو إنت تنتظر شوية مثلا بحيث إنت إلي إنت عايز ودي استراتيجيك الخاصة إلي إنت بتشتري من مكان وبتبيع من مكان وطبعا إنت عارف الكلام ده بس الفكرة ما فيها إن البوت هو اللي بقول لك إنت تشتري إمتى ونبيع إمتى إنت بتحدد له بس 1% أو 2% تمام تمام وبعد ذلك إنت كل ما عليك اللي بتختار من هنا وده اللي هنتكلم عليه فيما بعد تمام هنا عندك الماركت بالاس طبعا إحنا مش هنشتغل فيه أبدا ومش هنروح لأي يعني واحد يقولك تتدول إيه ومش تتدول إيه ومش تتدول إيه فريند اللي هم الناس اللي هنسيب لكم الرابط بتاعنا علشان لو أنتو حبين تشتركوا من خلالنا ونكمل الإستراتيجي طيب عشان أبدأ سمارت تريدينج دلوقتي وهبدأ أشوف أخبار السوق تعالى مثلا أنا عايز أشتري بيو سي دي تي أمام بيتكوين أخش أشتري بهذا هنقول بسعر الماركت همتا ولا هنشتريه هنسيبه زي ما هو كده تريدينج باي يعني زي ما شايفينه يقول لك إيه كل ما أنت بتشتري يعني النهاردة أنا اشتريت بسعر مثلا ألف تلتمية وخمسين تمام لو أنت عملت تريدينج باي قون يعني كل ما ينزل واحد في المية أو كل ما يطلع واحد في المية أنت بتشتري كمية معينة ولكن احنا نخش على طول التدول بأوف هنعمل توتل هنشتغل مثلا في هنشتغل بمية يو سي دي تي تمام اللي في الحالة دي لو أنت قلت مية في المية يحط لك كل يو سي دي تي بعدك أو خمسة في المية أو عشرة في المية أو خمسة وعشر في المية عشرة في المية تمام أو هنقول أنا بفضل تدول بخمسة وعشر في المية يعني 2500 USDT تمام تمام بعد كده بعمل بغتوس على المهمة ديت او اللي هي تيك بروفيت من هنا احنا هنبقى في تيك بروفيت اللي هنا هو شباب هنا انت تقدر تربح المبلغ اللي هو انت تحدد ربحك كم تمام فهنختار تيك بروفيت اوكي من مركب او ماركت اردر هنسيبها زي ما هي اوكي انا عايز بروفيت كم انا عايز بروفيت ممكن اقول 10% 20% 30% طبعا زي ما انشواين لو انا هنا اضفت 1350 ان هي اخذ ايه 13,475 فأنت عملت كم بروفيت 30% طبعا 30% ده انت تقدر تحطه بمعنى اللي انت هنا هتربح الفرق بين 10351 13 يعني هتربح 3000 هو 30% تمام طب هو دلوقتي ب13500 انت بتنتظر مثلا اما يوصل المبلغ الى 13000 يعني انت بتقول انا يعني انا هبيع هنا تمام بصوا يعني انت بتقول انا باشتري من هنا وببيع هنا يبقى انت بتقول انا باشتري هنا وببيع هنا يبقى انا في كل المسافة ديت انا حددت كام زي ما انت شايفين امام حضراتكم 30% 30% هو الربح اللي هو المرجن بتاعي اللي انا اخترته للعملية ديت تمام ولكن في الحقيقة انا مش عايز رقم ده ولكن انت لك حرية الاختيار لو انت عايز تستخدم هذه الاستراتيجية طبعا ما تستخدمش نفس الاركام اللي انا بقولك عليها ولكن انا انصحك اللي انت مثلا تختار 10% 5% 2% انت برحتك تمام فلو انت هنا بتقول انا باشتري بكذا وببيع بكذا يبقى اوكي يبقى مثلا الكلام معقول شوية صح يعني انت بتشتري مثلا ب 10351 وبتبيع ب 10937 يعني انت بتشتري من هنا وبتبيع من هنا مقبولة شوية تمام تختاري انت طبعا وممكن تعمل لسبليت يعني انت تقول لنا بيع لي اشتري لي بيع 25% اما يوصل لكذا وبيع لي 25% 6% اما يوصل لكذا وباع لي كذا وباع لي كذا تمام يعني بتختار له بيعمل بيع على مراحل لو انت دارس العملة صح تمام فهو دوت الاستراتيجية لو انت يعني لسبليت إنما Take Profit On أو Off اوكي Take Profit On Off هو عبارة عن الوقت هنا انا هجيب لكم مثال على Take Profit لو احنا قلنا مثلا ده يبقى 5% عشان يكون الموضوع واضح وده هنحطه مثلا On 1% اوكي واحد بهذه الطريقة طيب ايه الفكرة بال Take Profit والTrailing يا شباب هو ده افضل استراتيجية موجودة لحد الآن هو دوت في 3 Comments وحاجة قوية جدا 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 وان شاء الله راح تعجبكم تخيل انت اشتريت مثلا ايتريوم بمية دولار واحد ايتريوم اوكي وطلبت باعها في هذه الحالة ب مثلا احنا نقول هنا هنشتري مثلا عشان نكون واضحين مية دولار USDT وطلبت باعها بمية وخمسة دولار تمام وعملت وعملت maximum follow price of deviation of trailing يعني هو اللي شرحولك دلوقتي واحد في المية بمعنى صح كل ما السعر ينزل واحد في المية كل ما السعر يشتري يعني المعنى صح النهاردة طلع السعر 104 يشتري كمية 105 106 107 18 لحد ما توصل لرقم معين ايبقى انت في الحالة دي بدلا تربح 105 يربح لك18 يعني السعر كل ما يلاقي اني فيه امل للشراء يشتري بدون ما يخسرك وانت كده كده بتكبر راس اعتمالك ووريك مثال على هذا دلوقتي في المثال ده مع حضرتكو دلوقتي هنشوف دلوقتي احنا وصلنا هنا لخمسة في المائة زي ما انتم شايفين او هتشوفوا دلوقتي هنا خمسة في المائة هو دلوقتي بيعد بعد أحد فى المائة عمل تريلينج تاني واحد فى المائة تاني احنا هنا خمسة فى المائة المفروض بتاعتنا اللي احنا نوصل فيها ولكن في الحقيقة احنا وصلنا الى 1% رجعوا تاني الاستراتيجية ديت دلوقتي ده الشرط التاعتنا اللي احنا شغالين عليه بطريعة ناذي جدا ه طلق وصل لأول حد 1% احنا كده خلاص احنا قلنا هنشتري هنا اشتري 1% شافوا اللي هو بيطلع تاني اشتري 1% فبدل ما يشتري 5% 9% فربحك حاليا هو بقى تضاعف ربحك وهي ديت التريلينج يعني كل ما السعر بيطلع اكتر كل ما زي ما حضرتكم شايفين بهذا المسال كل ما ان ال43AnyStation بيشتري لك него لعملة وبالتالي انت بتربح اكتر! تمام! لذلك كل ما عليك ان تعمل 1% وهنا ما تشتخدمش ال яв View ولكن لو انت عايز تخدم явيستخدم ، كل ما عليك بتعمل الترينج او تايم اوت او التريلنج اللي هو كل ما بتخسر بتشتري اكتر تمام في الحلقة دي بتعمل كريات وهنا ممكن تعمل الكومنت مثلا تست واحد لأعضائنا الكرام و كده يبقى احنا هنا يعني بنختار مثلا بعد كده للسبسكرايب او هكذا وبتختار زي ما نجم تلك الافضل هو البرو هو لان انت تشتغل منه البوت شرعي عندك السيمبل والبوت والبتريكس كمان لو انت حابب تشتغل انما الاخرين اللي هما العاديين تستعمل بس سمارت تريد للناس اللي هي يعني ما عندهاش رأس مال كبير طبعا لو انت اشتريت شهر هنا ب 29 دولار انما لو انت اشتريت 6 شهور ب 24 دولار لو انت اشتريت سنة هتقف عليك ب 21 دولار بذلك هنا 74 او هنا بتبقى يعني اكتر واكتر واكتر تمام تمام دوت السمارت تريد عندك البوت هنا اللي انت تقدر تبوت او تختار اي بوت او تعمل كوب اللي اي بوت تعالى نشوف مسلا هنا عملة معينة زي هنا القادة انا بفضل القادة في التدول بتاعنا مع البيتكوين وده نوع اللي هو كومبوست تريدينج وتعالى نشوف الاستراتيجية بتاعة الشخص دوت ده طبعا بيتدول بكمية كبيرة من المال بعدد الازواج اللي عنده وهي تعتبر حوالي 17 او 20 زوج انا مش عارف دلوقتي هو عنده هنا الديل بتاعه اللي هو حطه اللي هو يشتغل بعملة واحدة كل ما بتطلع من العملات ديت وكمان عامل وان مينت باي وخمسة مينت باي يعني بيبدأ يشتري في اول دية ولو السعر تلع بيشتري بخمس دعي وبعدك بيشتري بخمس شار دية وبعدك بيشتري بساعة وبعدك اربع ساعات وبعدك كده بيوم يعني بيركز على العملة اكتر من مرة تمام بيشتغل بحوالي 10 دولار الى 15 دولار وليه مرة واحدة بس اللي هو بيعمل سيفتي تريد يعني معناها اللي هو بيشتري مرة واحدة سيفتي تريد تمام يعني بيشتري لو عنده حب عند العمر تعاني شوف ارباحه على مدى الايام 64 سنت 11 دولار و88 تلاتة دولار يومين ما اشتغلتش او 3 ايام 35 سنت واحد دولار ستة دولار تلاتة دولار وحاجه واحد دولار خسارة تلاتة دولار خسارة 25 سنت ربح 30 سنت خسارة واحد دولار ونص ما اشتغلش هو خسارة نسبة الربح بتاعه ما يعاد نسبة الخسارة زمان شايفين وزمان شايفين ربح 53 دولار وخسر 29 دولار تمام تقدر تعمل طبعا كوبي وزمان شايفين عمل 222 ديل عندوش ولا ديل اكتف لحد الان وهو عنده 23 دولار ربح من هذا الديل تمام فده نوع من انواع البوتات اللي هي تعتبر شبه نجاحة وليس نجاحة بطريقة يعني كبيرة تعالى نشوف اي بوت تاني يكون مثلا افضل مثلا ويكون سهل مفهوم ليكم بنسبة واحد في المية تعالى نشوف الشخص دوت لص ديل سبعة اتنين ستاشر ستة ستة سبعة تعالى نشوف الديل دوت بيتكوين امام الاكس اير بي تعالى نشوفه بيشتغل شرطة هنا الاستراتيجية بتاعته والتارجت بروفيت ما بيربحش حال حتى واحد في المية 0.5 يعني نص في المية وبيشتغل بـ 0.007 لـ 0.007 بـ 72 دولار في التدول الواحد او في العملية الواحدة تمام والسفتي بتاعه برضو مرة واحدة وهو عنده خمس مرات سفتي يعني طاحن نفسه ومركز على اكس اير بي امام البيتكوين يعني هو مركز جدا 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 هذا الشخص وبش بيتعامل بطريقة مش وحشة يعني بسراحة السفتي بتاعه 3 مرات يعني ممكن يشتري 3 مرات يعني لو احنا قلنا هو عنده 75 يعني بيشتغل بـ 150 وبلعبة 300 او 400 دولار بيتدول بيهم تمام الاسرار ده يا شباب مفيش حد بي يقولها لا اي حد خالص 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 تمام وهنا أوردر سفتي أوردر واحد ونص أوكي سفتي أوردر اسكاليشن وتعالى نشوف نسبة الربح بتاعته بدأ طبعا بربح 33 دولار وانتهى الربح بتاعه 128 دولار يوم 11 سبع يعني من 4 من 5 أيام تقريبا من النهار ده نهار ده 19 يعني من 8 أيام او من الزبوع تعالى نشوف المدى الربح اليومي 4 دولار 2 دولار 7 دولار هنا مربحش 8 دولار 11 دولار 7 دولار 4 دولار مش وحش ها جماعة 2 دولار و28 سنت و1 دولار 9 دولار 3 دولار يعني أرباحه كويسة جدا زي ما نشايفين لوسط الـ 11 دولار اللي احنا نفهمه من هذا البرنامج ومن هذه الاستراتيجية يعني هذا شخص يتداول بمبلغ كبير جدا زي ما نشايفين مش كبير أوي ولكن بغامر في التداول بتاعه فبالتالي هو ممكن يخسر وممكن يخسر بس بيستثمر في رأس ماله وده هيوضح لنا حاجة كبيرة احنا نعتبر عرب يعني سامحوني من الكلمة متخلفين شوية عقليا في هذا المجال ولكن زي ما نشايفين بلوحش يستثمر في موقع آخر لهم استثمر 200 او 300 او 400 دولار في عملتين XRP وBitcoin هو بيسك في الكلام ده طبعا بيشتغل short او بيشتغل long حسب الاستراتيجات بتاعته تمام بس هو اللي احنا شايفينه هنا اللي هو بيربح تعال نشوف كمية الربح بتاعته اللي هو ربحها 128 دولار من هذا العملية تمام هو عمل 353 تداول زوج تداول بس انا ممكن اعمل كوبي كده وانا عملت لها كوبي عندي وخلاص ممكن بعد كده اخدها واشتغل بيها انا تمام ده بالنسبة ليه الشرحينا النهاردة قبل منهي الشرح بتاعي عشان احنا 17 ديه تعالى نشوف الازواق بتاعتي وانا بتداول ازاي في البود بتاعي اما كنت بتداول في البود بتاعي تعالى نشوف مثلا ازاي من اكس اي ار بي ده التداول بتاعي كان عملت تجربة من فترة طويلة طبعا مش مش من قريب تمام ده اول زي ما انتم شايفين هنا التداول بتاعي ده التداول بتاعي 37 سنت اتنين دولار كنت بشتغل في اكتر من زوج و سبعة وعشرين دولار من هذا الزوج بس تمام مايديل انا عملت من من باينانس ربح زيرو بوين ربح او كومبليت ديل بروفيت كومبليت ديل بروفيت تودي بروفيت زيرو بس توتال سبعمية تمانية وعشرين انا ربحت كام من كل هذا التداول سبعمية سبعة وعشرين دولار ديل من هذا التداول في خمسين دولار في بيتريكس لان انا بستعمل شيرينبي زي ما انتم عارفين لذلك انا بتداول على كنت بتداول على البوت بالاشتراك كل ستة اشهر اما كان عندي موقعي العديم اللي هو الموقع التداول والبروفيتشنال انفستيمنت وكمان ما بطلت يعني التداول فزي ما انتم حضراتكم شايفين انا كان عندي اكتر من تداول تعال نشوف الشورت بتاعي انا كنت بحب الارتشي والادة تعال نشوف الادة بتاعتي طبعا انا ليا استراتيجيات معينة بشتغل بيها اهو ستة وتسعين دولار ارباح من هذا الزوج الخاص بالتداول مية تلاتة وتمانين ديل وربحت منه هذا الرقم كومبليت ديل بروفيت تمام بعد كده انتهت العضوية الست شهور بتاعتي رحت اشتريت السمارت تريد عادي جدا امام حضراتكم ارباح خمسة دولار واحد دولار هنا خسارة اثنين دولار هنا واحد دولار خمسة وثلاثين واحد دولار خمسة وثلاثين سبعة دولار ستة دولار وهكذا انت وانت جاي كل يوم بتشوف ارباح زي ما حضرتكم شايفين لذلك انا هنا عندي استراتيجياتي عندي الخاصة طبعا الشرح دوت هو شرح مجاني شرح في قناتي محد الشرح واعتبر خالص في هذا المجال او ورديكم شرح ازاي انت لو عجبك الشرح طبعا ياريت تعمل لايك ياريت تدعو اصدقائك تعمل شير لهذا الشرح لان احنا هنتوغل وهنخش اكتر واكتر ان شاء الله في هذا المجال ومن عارف لو انتو سجلتو من خلال الرابط بتاعي وعجبكم الموضوع وشفت ان في ناس وعجبها الفكرة وعجبها الاستراتيجيات بتاعتي الخاصة انا ممكن كمان نبدأ نشتري عدوية من جديد وكمان وريكو الاستراتيجيات طبعا ممكن انت لو انت محتاج استراتيجيات خاصة وجهزة موجودة عندنا كل الاستراتيجيات الخاصة او الاستراتيجيات الجهزة اللي تقدر تربحك طبعا وتقدر انت تحمل مسؤولية نفسك زي ما نشايف بس هنا موجود الاستراتيجيات بتاعتنا انكملة مكملة جهزة مجربة يعني اخدت وقت طويل وارهاك ودراسة علشان اقدر اوصل الاستراتيجيات سواء السمارت ريد او البوت زي ما نشايفين انا هنا راح اديك ان شاء الله الرابط بتاعي هيكون اسبر الشرح لو انت حابب تشترك وهديك كمان كود ان شاء الله للاشتراك في البرومو كود اللي انت تقدر تاخده وتستفاد منه وتربح ان شاء الله كويس جدا ممكن لو الفيديو عجبكم اعمل شرح المرة الجاية جاهز ونجرب استراتيجيات مع بعض انا يعني اجبان الفكرة مفيش اي مشكلة خالص اللي احنا ممكن حتى نجرب نشتري ستارتر مع بعض ب 29 دولار في الشهر يعني اكيد انك دخلت موقع استثماري وخسرته لو انت خسرته ممكن انت تكسب طبعا 29 دولار لازم يكون معاك بعض يعني الناس يسألني انا يكون معاك كام هقولك انت لازم يكون معاك 200 او 300 او 500 دولار ونبدأ نشوف الازواج اللي هي نقدر نتدول عليها مثلا او يعني ايه اللي النهاردة ممكن نشتغل عليه ومن خلال هذا نقدر نشوف يعني البعية مثلا انا شايف الـ XRN بدلوقتي فيه تقدم او فيه شغل زي ما ان شايفين فالناس بتشتري فانت ممكن تشتريه وزي ما ان شايفين هنا فيه فيه نسبة بيع وشراء كويسة مش بطالة طبعا حاليا هكذا فليه لا ممكن نجرب مع بعض شهر ولا حاجة لو انتم حابين او عجبكم الفكرة يارب الفيديو يكون عجبكم ما كونش طولت عليكم وتكون استفدتوا حاجة مهمة هيبقى لينا شرح تاني ان شاء الله ما تنسوش ما تنسوش محتاج دعمكم في قناتي اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر